السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته اخواني كراما ندروا اخر اخبار محترفة المغاربة وتعلق ديالهم كل من امين عدلي نصير مزراوي وكادك اشرف ضاري وعدنا اسماعيل الصيبار المتعلق وكادك ايوب الكعبي يوسف النصيري فيديو مهم جدا على اخر اخبار محترفة المغاربة ديرونا اخوتي اشتراكو لك البداية غتكون مع امين عدلي اللي كيتقلق مع الفارق دياله بيرلي فيركوزن الالماني اللي ربحو يوم امس فارق بير ميوناخ بثلاثة الاهداف لسفر تولاتية نظيفة امين عدلي قدم مباراة في المستوى مباراة كبيرة وكيف ماشي من المدرب الاسباني الونسو اعتمد عليه كرقم تسعة ودار كما كان قولو كواليد دفاع بير كانوا عندوا بامكانوا كنيسة الجلدية عديد الفرص انا تفرجت المباراة شخصيا كما كان قولو ظلق لي يامزراوي في هذه المباراة هادي امين عدلي قدم ادق جيد للاسف ما توجوش كما كان قولو بالهدف وكنت من ناولو ان شاء الله التوفيق ويسجل عديد الاهداف مع الفارق دياله وهي الشي كما شو نذكر في تصريحة دياله اللي يبغى الفيديو يشوف تصريحة دياله امين عدلي دخل الفيديو ركاين في القانية بالنسبة لنوصير مزراوي قدم مباراة في المستاوى رغم الخسارة بثلاث هادي الاهداف لسافر نوصير مزراوي شناه قدم مباراة في المستاوى منين جمل كان مع المنتخب وكذلك يوم امس مع فارق والبير وكان تقييم دياله هو اعلى تقييم في المباراة بالنسبة اللي عبينا بير كان هو سبعة زائد سبعة بالنسبة لأيو بلك عبيك يفوز مع فارق والأولمبيق وصل اليوناني بربعات الاهداف مقابل سافر ايو بلك عبي قدم مباراة في المستاوى العالي وهدي اهم حاجة هو تكون اللاعبين عندهم تنافسية وللأسف كانت اللاعبين ديال المنتخب عندهم تنافسية وخرجنا ملكان وقعت حرقة فقال المغاربة كاملين وكذلك اللاعبين والمدرب المنتخب الوطني ايو بلك عبي يحصل على اعلى تقييم في المباراة كانوا سبعة فاصلة تسعد وسجل هدف كما قلنا في المباراة بالنسبة لإسماعيل الصيبار اللهم مبارك وزيد في ذلك اليوم مع فارقه بلزفين دوفنال هولندي كيت تألق وقي سجل هدف ديال التعادل بعدما كانوا متأخرين الفارق دياله في النتيجة عادل للنتجة بكل معنى الكلمة إسماعيل الصيبار يقدم ادع جيد وربحه بخمسة الهدف مقابل هدف واحد ونزيدكم كذلك صنع هدف فض المباراة هذه إسماعيل الصيبار اللهم مبارك وزيد في ذلك لاعب في المستوى لاعب قادم بقوة وان شاء الله كما شفنا إسماعيل الصيبار غير ربح كما كان اساسي في المنتخب وكان اعلى تقييم في المباراة خدت تسعد فاصلة واحد بالنسبة كذلك لعمرا اللوزة اللي كتألق مع الفارق دياله كيقدم مستوية كبيرة بصراحة هذه المباراة الثالثة على التهول وكيلعب كي أساسي وقدم مباراة في المستوى وربح الفارق دياله اليوم بهدفين لصفر يعني كما كان قوله عمرا اللوزة بعدما جاء من جاحيم وتفرض ولا كيلعب كي أساسي وتقييم دياله في المباراة وسبعة فاصلة صيفر بالنسبة لأشرف حاكمي كما شفنا المدري بالويس ايري كي حطوا على بنك حتيات يوم أمس وملعبش كي أساسي تخلف الضيقة السعود والسين من المباراة وربحوا الفارق دياله بتلات سيد الاهداف مقابل هدف واحد فارقوا باريسان جيرمان ربحوا ليل وهدي كما كنا أشرف حاكمي كيوجدوا كما كنا لدوري أبطال أوروبا القديم في الأيام إن شاء الله القديمة وكانت منه ولو التوفيق بالنسبة لأشرف داري كي تعلق مع الفارق دياله في أول مباراة وكي سجل هدف وهدي أهم حاجة رغم الخاصة رابط لتها ديالاهداف مقابل هدف واحد أشرف داري بداية كما كنقوله محفزة ليه وكانت منه ولو إن شاء الله التوفيق كما شفنا كان في ناديا برايس ما كيلعبش باتاتان وكانت منه ولو التوفيق في تجربة جديدة وتقييم دياله كانو 7 فاصلة جوج بالنسبة ليوصف النصيري في مباراة صعبة أمام أتلي تيكو مادريد انتهت بعدها قليل كيربحوا بهدف ليسافر ويوصف النصيري قدم مباراة في المستويه وكيف نماش منها يوصف النصيري مع الفارق دياله إشبي ليكي قدم مستويه رائعة بعد رجوع ملقان سجلت هنا ايا وكنت من اولو التوفق يوسف النصيري قدم مباراة في المستاوى وهدي اهم حاجة من اللاعبين يكونوا كيلعبو مع الاندية ديالهم باش من يرجعوا لمنتخب اعطوا مرضوذية وللاسف ما اعطوا ش ديك المرضوذية في كاس افريقيا وتقييم ديال يوسف النصيري كانوا اسبع فاصلة واحد بالنسبة النايف اكرد خسارة طاقيلة امام ارسونال للاسف كيتلقاوا السد الاهداف لسفر السوداسية بايضة بكل معنى الكاليمة نيف اكرد لعبك اساسي ولعب مباراة كاملة وكان دفاع كما كنقول هو استعم كاريتي امام ارسونال تلقاوا كما كنقول السوداسية في الارضية ديال الميدان ديالهم يعني خسارة طاقيلة بكل معنى الكاليمة نيف اكد كان عنده اضعف تنقية كان هو ربعة فاصلة خمسة يعني تنقية ضعيف بالزاف بالنسبة كذلك السوفيان امر عبط للاسف دخلوا المدرب ايريك تنهاك تلضاقة تسعين وفازوا كذلك على اوستون فيلا بهدفين مقابل هدف واحد يعني المدرب الهولندي ولا سوفيان امر عبط خارج كما كنقول المفكرة دياله والسلام عليكم كان معكم محمد